بعد أن تجاوزت فتورة استيراد هياك للسيارات والملحقات تابعة لها والموجهة لمصانع التركيب مستوى 1.3 مليار دولار في ظرف زمني لم يتعدى خمسة أشهر من 2018 يطلق اليوم خبراء المالية تحذيرات جديدة من استنزاف متسارع لاحتياطي الصرف فضلا عن خسارة تكبدتها الخزينة العمومية بمعنى إذا كان فيه نفس سقف الرسوم والضرائب التي تفرد على المواد المستوردة أو السيارات لو استوردت كانت الخزينة العمومية تدخلها أكثر من 130 مليار دينار جزائري احتياطي الصرف لم يستفيد من إجراء التحفيزات التي أعطيت لصناعة السيارات ويقول الخبراء أن استيراد السيارات الجاهزة مثل ما كان عليه الحال سابقا أقل تكلفة على الاقتصاد من جلبها مفككتان لم نصدر ولو سيارة واحدة بينما كان يتم التسويق بأن هذه الصناعة ستوجه إلى التسويق في الخارج ومناسب العمل على الأقل المصانع أو شبه المصالع الموجودة في الجزائر لا يتعدى عدد عمالها كلها ألف منصب عمل ورغم كل الدعم الحكومي الموجه لصناعة تركيب سيارات في الجزائر إلى أن هذه المصانع لم تستطع خفض أسعار البيع بما يتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين موسيقى موسيقى